السلام عليكم إن شاء الله ده يكون الليسن ثري وفور من يونيت تو وطبعا كالعادة هنبص على الكلمات الأول هم شوية كلمات صغنانة جدا يلا نشوف لو أنا شايف حد بيدحكني فأقول عليه كده funny funny he's very funny he's very funny funny ولو عندي حد قصير بقول عليه short short بص الار short 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 خلي بالك لو حطيت S في الآخر بقيت shorts ده يبقى الشورت اللي نحن بنلبسه short short أما لو عندي حد طويل فالطويل ده اسمه tall tall قولها هرايا كده عايز أقولها tall أوكي عايز أقولها tall ياريت أنا بحب أقولها tall tall he's very tall 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 ولو عندي حد طيب بقول عليه kind kind يعني طيب أو حينين kind 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 ولو عندي حد صغير في السن بقول عليه young مبتكش على الجيلي في الآخر young young مولتش young لأ young 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 أما بقى لو عندي حد كبير في السن بقول عليه old 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 ولو عندي حد كبير بقول عليه big 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 و لو عندي حد صغنن أو صغير بقول عليه small عايز أقولها small small أوكي عايز أقولها small small ياريت أنا بحب أقولها small she's very small small she's very small لو عندي شعر اللي هو الكيرل ده بقول عليه curly her curly her curly her straight her فلو انت جيت تبص في الليسن ده هتلاقي كلام كتير عكس بعضه يعني big عكسها small old عكسها young curly عكسها straight وهكذا ممكن تحفظ الكلمة بعكسها يبقى الموضوع بسيط وسهل جدا بعد كده بيكون عندي فكرة صغننة أوي اسمها read and learn يلا نشوف ايه في read and learn تعال نشوف الجمل أو sentence اللي موجودة فيها ايه ونقدر نتعلم فيها ايه يلا وين دلوقتي انا عايز اطبق كل الكلمات اللي انا لسه واخدها من شوية تعال نطبقها في سياق الكلام اول حاجة من دين السورة دي بيقول this is طبعا انا خدنا this is الكلاس اللي فات this is my وبرضو خدنا my الكلاس اللي فات grandpa this is my grandpa this is my grandpa وبعدين he is old ده كبير في السن he is old he is old وبعدين he is kind and funny لما اجا اقول and بشي لديه بابا انتقهاش he is kind and funny this is my grandpa he is old he is kind and funny هو حنين وعطوف وكمان مضحك وفرفوش جدا جدا بعد كده بيقول this is my sister دي اختي she is young وهي سغنونة عندها يعني لسه السنة سغنن she is my sister she is young وبعدين she is a baby دي لسه سغنونة وبترضى she is a baby وبعدين she is funny وبتحكة جدا جدا ولازيزة جدا جدا هي is my sister my sister تبقى اختي انا طبعا ايز اقول اختها تبقى her sister هذا اقول اخته تبقى his sister طيب بقى كده بيديني في الصورة دي بيقول this is my cousin this is my cousin تالية دي بنت عمي تالية she is tall دي طويلة she is tall وبعدين she has straight her وهنا اخلي بالك ال has ليه عايز اقول هي عندها وشي بتاخد has تبقى she has straight her شعرها ناعم جدا she is kind she is kind هي طيبة واحنا اينا قوي تبقى بص خطي بالك اقول ايه she has ما قلتش she have لان ال have بتيجي مع ال i اما she وهي بياخدوا has بعد كده من الدين الصورة دي بيقول my family is big my family is big انا عيلتي دي كبيرة جدا i have two sisters i have two sisters انا عندي اختين and one brother and وثبت من الدين and one brother واخ واحد i love my family i love my family انا بحب عيلتي جدا بقى كده من ديني الصورة دي ووضح جدا ان هي small family عشان هنا ما فيش وما يا دو تلت اربع اشخاص او تلت اشخاص وكلب صغنان فانا فيه small family عكس السورة اللي فاتت كانت big family فانا عندي تعال بيقولي my family is small my family is small عبتي سوى النوره خالص i don't have a brother اقولها كده معي i don't have a brother or a sister i don't have a brother or a sister انا لا عندي لا اخ ولا اخت i don't have اقولها i don't have جرع i don't have a brother or a sister بعدين بيقول i have fun with my mom and dad i have fun with my mom and dad انا بستمتع بوقتي مع بابايا ومامتي بس كده كده نكون خلصنا لسن ثري هنعمل homework and exercise وتعال نشوف بقى lesson 4 فيه 4-5 كلمات بس هنقولهم ونحل homework and exercise بتاعهم وهسنناك بقى المرة الجاية في lesson 5 and 6 يلا بيد عندي في lesson 4 انا عندي بس 6 كلمات بس بيدوني الفرق في الفناتركس او في النقط بتاعي ما بين صوت ال-SH وال-CH SH اللي هي بتبنظر زي من جرد تعال نشوف الكلمات اللي معي الاول اول حاجة معي السفينة يعني SHIP 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 عندي كلمة قصير يعني SHORT 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 ولو انا بسلم على حد بالييد فتبقى SHAKE HANDS SHAKE HANDS SHA 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 SHAKE HANDS لو ستخلي بالله بقى لسن يتش عاملت ازاي SH 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 فعندي مثلا الكلمة دي وانا مش عندي في اللاسل اسمها شارك 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 عندي مثلا الكلمة دي اسمها شط 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 لها يغلق شط بص عندي الخ بتنطق كده SH تعزي نفعتها كده SH فاول كلمة معايها كلمة كورس اسمها CHAIR CHA CHA CHAIR 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 CHA CHA CHAIR والطفل السغن دي اسمه CHILD CHA CHILD 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 والمدرس اسمه TEACHER TEACHER مش تيشر لأ TEACHER 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 لو انت مثلا مفتح الفيس بوك وبتعمل شات بنسميه بالإنجليش CHAT 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 حتى الفراخ اسمها ما اسمها CHICKEN اسمها CHICKEN CHA 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 CHICKEN 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 بس كده كده نكون خلصنا للاسن 4 وعرفنا الفرن ما بين SH والCH وأن SH بتنطق ش شين عادية أما CH بتنطق ش ش ش بس تعمل HOMEWORK وهستنك المرة الجاية في CLASS NUMBER LESSON NUMBER FIVE AND SIX طيب إن شاء الله دي هتكون LECTION NUMBER THREE في الفوناتيكس وهنا بقى هنبدأ نتكلم عن أخطر حاجة في الإنجليش كلها هي الفاولز والفاولز دي لو أنا زبطتها زي ما قلت لها قبل كده هقدر أنت أي كلمة مهما كانت في الإنجليش ايه هما الفاولز تاني والآي 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 يعني أصلا CBC Word C V C Word C يعني consonant V V C يعني consonant يعني مثلا P ده consonant A ده V D ده consonant كده أنا عملتي CBC Word بغض النظر عن المسميات اللي مش عايزك تشغل بلك بيها خالص ركز معي بصي بقى يا سي دي زي ما قلت لك قبل كده أنا عندي consonant هي كل الحروف ما عدا الفاولز لو أنا جبت الكلمة الحرف ده مثلا بي بعد دي حرف الاي بعد كده حرف دي هنا أنا عايزك تركز على نطق الفاول ده علشان هو اللي هيخليني أحرك كل الكلمات بسهولة جدا كلمة دي اسمها ما تقول ليش باد اسمها باد 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 بكون هأورك في الصوت قوي عشان تخلي بالك منه ما قلتش ااد 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 يلا فات فات باد سات مان فات باد سات مان فات اوه ايوه بص العين الصون هنا ات 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 طيب 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 بروح بقى عليا الاي بتطلع صوت عين خفيف قوي ان وفي الاخر بس الصوت ده بيختفي لو انت هتكتب حرف ال or فيطلع ما اقولش кр فاش حاجة اسمها كده هقول core 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 يلا four 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 يلا jar jar يلا star 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 يعني دلوقتي احنا عرفنا ان الار بتاكل العين بتاعت الاي bad sad man fat هنا core four door star طفقنا? فيش اي لغبطة دلوقتي طيب 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 بص يا مستر احنا دلوقتي هنعمل حاجة جميلة قوي هنقول هنا حرف الاي وننزل ونقول هنا حرف الاو ونشوف ده تأثيره اي في الفاولد وده تأثيره اي في الفاولد هنا قلت ان الكلمة دي يا مستر اسمها bad طيب لا عايز اكتب mad m a a d طبعا مسلا عايز اكتب ساعة s a t طبعا عايز اكتب بمستر مسلا man m m a n خيباك الاي بكتب كده وبتكتب كده الاتنين صح عادي جدا طيب لو انا بقى كتبتلك نفس الكلمة دي وحطتلك فيها o بص 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 o نفس الكلمة اهي بس بدلت الاي بال o اهي اهي بص الفرق بقى bad بص 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 odd a a a a مفتوحة وطويلة سنة تغيرها bad 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 mad ha mode mad 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 sad sat sat هات قول وراي سات مان مان يلا ده احنا كده عرفتنا معلومة مهمة قوي لو انا جات لي كلمة اسمها وظيفة كلمة وظيفة ما اسمهاش جوب اسمها اي بس 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 جوب جوب قول وراي انا عندي وظيفة انا مدرس جوب والكلمة دي لو قلت لي حران ما تقول ليش هوت قول لي هوت عايز مروحة هوت 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 والكلمة دي اسمها جوت 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 لما ناخد بقى الجمل هقولها جوت جوت جوب هوت طيب والكلمة الجميلة دي نوت 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 انا مش موجود ومعلمين اللي بتكلم ما عارفش بس انا نوت هير نوت نوت جوب هوت جوت نوت كات العين فات ساد موت 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 او او اي براها اع دي اي او دي او يلا عايز اكتب كلمة اسمها ستاب كتبها كده ولا كتبها كده قول انت جاوب دي ولا دي طبعا دي عشان انا قلت ستاب طب لو هي كده هتبقى اسمها ايه ستاب ستاب طيب يلا مرة كمان عاوز اقول كلمة اسمها نوت 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 اكتبها كده ولا كده نوت طبعا دي غلط دي عم دي نوت دي نوت دي نات نات دي نوت نوت طيب لو عايز اكتب كلمة اسمها هاد هاد اكتبها كده ولا كتبها كده هاد هاد دي صح عشان فيها عين ااد ااد انما دي اسمها هاد 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 بس كده انت كده عرفت الفرق ما بين الاو والاي في الكلمات السي بي سي ورس او الكلمات اللي ما فيهاش اي فاول غير فاول واحد بس تعمل عليها براكتس كتير جدا وتجيل ان شاء الله لكشن نومبر فور عشان اقول لك باقي الفاول سلام اشتركوا في القناة